عنوان وليجتنا عنوان وليجتنا فاطمة وشعارنا يا زهراء وهذا هو السبب الذي لأجله أبدأ أحاديثي وبرامجي وأبدأ كل شيء مهم في حياتي بيا زهراء يا زهراء هو شعار وليجتي هو شعار عشيرة العقائدية شيخ عشيرتنا فاطمة وعظيم عشيرتنا فاطمة وشعارنا شعار وليجتنا يا زهراء امضاء منكم حين تقولون الآن معي يا زهراء وأخرجوها من أعماق قلوبكم وحاولوا أن تقولوها دائما إنها تطحر القلوب من كل القذارات الجهنمية أخرجوها من الأعماق يا زهراء يا زهراء من الأعماق اذهبوا بعيدا بعيدا مع أرواحكم ونفوسكم إلى أعماق قلوبكم وأخرجوها من أعماق أفئدتكم حتى لو كانت بصوت خافت يا زهراء يا زهراء هذا هو شعار إذا كان لكل عشيرة من شعار فشعار عشيرتنا الزهرائية يا زهراء يا زهراء أحدثكم اليوم عن معنى البتول وأنا أعتذر سيدتي يا أم الحسن والحسين أن أتحدث في هذا الموضوع لكن وظيفتي وأنت سيدتي وظيفتي تلزمني أن أفتح هذا الموضوع بسبب ما يطرحه الحمير والتيوس الطوسيون سود الله تعالى وجوههم وهم ينتقصون من مقاماتك السامقة يا بنت رسول الله البتول من الأسماء الواضحة والمعروفة والمتكررة على ألسنة أئمتنا صلوات الله عليهم من أسماء وأوصاف الصديقة الكبرى الطاهرة المطهرة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها نبدأ مع اللغة البتول من الفعل بتلة بتل قطع بتل الشيء قطعه وقد تشدد التاء بتل قطع المعنى واحد بتل قطع وبتل قطع والمعنى واحد بتل فهو باتل الباتل القاطع إنها صيغة فاعل باتل المبتول صيغة مفعول المقطوع بتل الباتل مبتولاً بتل الباتل المبتول بتل قطع الباتل القاطع المبتول هو المقطوع أما البتول البتول بحسب الموازين الصرفية إنها صيغة فعول بتول فعول صيغة فعول في لغة العرب صيغة مبالغة قطعاً لا توجد صيغ مبالغة بالنسبة لله سبحانه وتعالى وكذلك لا توجد صيغ مبالغة بالنسبة لمحمد وآل محمد صيغة المبالغة تعني أن الصيغة هذه أن الكلمة هذه تشتمل في معناها على جهتين هذا ينطبق علي وعليكم صيغ المبالغة تصدق علي وتصدق عليكم لكنها لا تصدق على الله ولا تصدق على محمد وآل محمد مصطلح هذا مصطلح علمي وإلا كيف سنشرح سنشرح المضامين ونوضح الحقائق من الجهة اللغوية الصرفية المعنوية البتول على وزن فعول صيغة مبالغة سأوضح لكم المعنى تدريجيا صيغة المبالغة تشتمل على معنى صيغة الفاعل أو صيغة المفعول وهناك شيء آخر على سبيل المثال الشخص الذي يتعرض للقتل ويقتل يقال له مقتول هذه صيغة مفعول وقع القتل عليه قتل القاتل المقتول صيغة المبالغة من المقتول القتيل المقتول وقع القتل عليه وفارقت روحه الحياة من مراد من القتيل في صيغة المبالغة هناك جهتان بالنسبة للمقتول يقتل مرة واحدة فما هي المبالغة حينما نقول قتيل هل قتل ورجع إلى الحياة وقتل مرة أخرى لأن القتل يقع مرة واحدة قتل وانتهى الأمر فما المراد من القتيل هناك جهة ثانية تضاف إلى المعنى إما أنه قتل قتلة بشعة جدا عذبوه قطعوه تقطيعا قتل قتلة بشعة جدا وخصوصا إذا كان مظلوما أو أنه قتل في حال كونه مظلوما ومثل ومثل بجسده بعد قتله هناك شيء يضاف وإلا إذا قتل وكان مستحقا للقتل وقتل من دون تعذيب ومن دون تمثيل في جسده فلا يقال له قتيل إنه إنه مقتول القتيل صغة مبالغة هناك شيء يضاف إلى معنى المقتول وأنزلنا من السماء ماء طهورا كما في الآية الثامنة والأربعين بعد البسملة من سورة الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا طهور على وزن فعول صيغة مبالغة ما المراد من طهور بالنسبة للماء الماء شيء مادي شيء محسوس وطهارة هنا طهارة حسية فإنها بمرتبة واحدة الطهارة المادية ليست لها مراتب لو كان الكلام عن الطهارة المعنوية إذا أردنا أن نصف شخصا بلحاظ الطهارة المعنوية من أنه طهور طهارة للقلب طهارة للعقل طهارة للأعمال التي يقوم بها الطهارة هنا مراتبها كثيرة تتضاعف المراتب فتصدق صيغة المبالغة لكن بالنسبة للماء الماء طهارته حسية وهي تقع مرة واحدة إذا طهرنا شيئا بنحو حسي فإن طهارة تقع مرة واحدة وأنزلنا من السماء ماء طهورا إذا كان الحديث عن الماء الحسي عن ماء المطر المراد من الطهور هنا أن الماء طاهر وهذه صيغة فاعل وأنه مطهر لغيره هناك إضافة تضاف إلى المعنى قلت لكم من أن صيغة المبالغة فيها جهتان إذا كانت الجهة الأولى تقع مرة واحدة فلابد أن الجهة الثانية تذهب إلى معنى آخر وإذا كانت الجهة الأولى لها مراتب فإن الجهة الثانية في صيغ المبالغة تكون ناظرة إلى تعدد المراتب إلى تكثر المراتب طهور أصف شخصا بهذا الوصف بالنظر إلى الجهة المعنوية إلى الطهارة المعنوية طهور هنا طاهر ولكن مراتب الطهارة المعنوية تتكثر عنده تتوفر لديه بالنسبة للماء الطهارة ليست معنوية الطهارة مادية حسية إنها تقع مرة واحدة إذن ما هي الجهة الثانية المطهرية فالماء طاهر بنفسه مطهر لغيره هذا معنى وأنزلنا من السماء ماء طهور حينما نقول البتول والنظر في هذا الاسم وفي هذه الصفة إلى الطهارة الجسدية الطهارة الجسدية تقع مرة واحدة لأنها طهارة حسية فيزيائية مادية طبيعية قولوا ما شئتم فإذا كان النظر إلى هذه الجهة وبحسب أحاديث العترة الطاهرة فإن النظر إلى هذه الجهة فعلا بالنسبة بالنسبة لهذا الاسم الشريف البتول إذن ما هي الجهة الثانية البتول التي انقطعت عنها القذارة انقطعت عنها النجاسة انقطع عنها أذى ووسخ الطبيعة هذه الجهة الأولى الجهة الثانية وهي منقطعة بذاتها عن ذلك هناك جهتان في صيغة المبانغة البتول التي انقطع عنها أذى الطبيعة قذارة الطبيعة البدنية الجهة الأخرى هي بذاتها منزهة منقطعة إذن البتول البتول الكينونة التي تنقطع عنها القذارات قذارات الطبيعة البدنية وهي في حد ذاتها منقطعة منزهة قد تقولون إن المعنى واحد في الجهتين المعنى ليس واحدا في الجهتين لأن انقطاع القذارات هو عدم اقترابها والمراد من عدم اقترابها يتبين معناه في آية التطهير وسيأتي ذكر آية التطهير في طوايا هذه الحلقة صار واضحا لدينا البتول صيغة مبالغة لكنها لن تكون صيغة مبالغة في حق الزهراء هذه صفة من أوصافها ما هي بصيغة مبالغة إلا أننا لأجل توضيح المطلب نستعمل الإصطلاحات العلمية الشائعة فيما بيننا في ثقافة الأدب العربي فإن صيغة فعول يصطلح عليها من أنها صيغة مبالغة وصيغة المبالغة يكون المعنى فيها ناظرا إلى جهتين البتول صيغة مبالغة بحسب الإصطلاح العلمي في ثقافة الأدب العربي إنما هي صفة من صفات فاطمة المراد من البتول فاطمة التي تنقطع عنها قذارات الطبائع البدنية وهي بذاتها كينونة منزهة مبتلة مطهرة منقطعة عن كل قذر وردس هذا هو المعنى الإجمالي لهذا المصطلح لهذا الإسم البتول من الجهة اللغوية أما في الأحاديث الشريفة الكافي الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران من باب مولد الزهراء فاطمة في الصفحة الحادية والعشرين بعد الخمسمائة الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن إمامنا موسى بن جعفر عن علي بن جعفر إنه علي ابن إمامنا الصادق والذي كان ملازما ووليا من أولياء موسى بن جعفر كان ملازما لإمامه موسى بن جعفر عن علي بن جعفر عن أخيه أبو الحسن إنه إمامنا الكاظر صلوات الله عليه يقول إن فاطمة صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمث الإمام هنا لا يريد أن يتحدث عن بنات الأنبياء الإمام يتحدث عن الصديقة الكبرى لكنه ما أراد أن يتحدث عن هذا الموضوع بنحو مباشر وإنما أشار إليه إشارة والمقصود من بنات الأنبياء إنها مريم إنها مريم وليس الحديث عن كل بنات الأنبياء ربما يكون هناك من بنات الأنبياء من تنطبق عليهن هذه الأوصاف لكننا حين نسبر أغوار حديثهم يشيرون إلى السيدة مريم فمريم بنت عمران هي من بنات الأنبياء سلالة الأنبياء في أجدادها وأبوها نبي من الأنبياء فمريم بتول والزهراء بتول هكذا ورد الوصف في الأحاديث والروايات قطعا هناك من بنات الأنبياء من يتصفنا بهذا الوصف إن فاطمة صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يطمث الرواية واضحة وصريحة جدا حينما يقول إمامنا الكاظم وإن بنات الأنبياء لا يطمث حين نسب البنات إلى الأنبياء إنه يشير إلى جهة كماله يشير إلى جهة فضله هذا علل الشرائع للصدوق الكافي للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة في الجزء الأول في الباب الرابع والأربعين بعد المئة الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من أن النبي سؤل ما البتول فإن سمعناك يا رسول الله تقول إن مريم بتول وفاطمة بتول فقال البتول التي لم ترى حمرة قط إنها حمرة الدماء الدماء التي تشكل تشكل نقصا طبيعيا في طبائع الأبدان قد تكون تلك الظواهر بالنسبة لسائر النساء شيئا مكملا لحياتهن ولوظائفهن الجسدية والتناسلية لكن الأمر بالنسبة للزهراء وللسيدة مريم ولأمثال السيدة مريم يكون نقصا ولذا تأتي النزاهة والنظافة هنا وهذا سيتضح شيئا فشيئا ما البتول هكذا سألوا رسول الله ما البتول فإنا سمعناك يا رسول الله تقول إن مريم بتول وفاطمة بتول فقال صلى الله عليه وآله البتول التي لم تر حمرة قط أي لم تحط فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء مكروه تكوينا لكمال بنية أجسامهن من دون حاجة إلى هذه النقائص الطبيعية التي قد تكون تكميلية للنساء الأخريات البتول التي لم تر حمرة قط أي لم تحط فإن الحيض مكروه في بنات الأنبياء كراهة تكوينية ليس الحديث عن كراهة تشريعية مناقب آل أبي طالب لابني شهر آشوب المازندراني المتوفى سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة وهذا هو الجزء الثالث من طبعة دار الأضواء بيروت لبنان صفحة ثلاثمية وثمانية وسبعين النبي صلى الله عليه وآله يقول لعائشة يا حميرة حميرة في لغة العرب قد تكون مصغرة لكلمة حمارة الحمار يقول لأنثاه أتان ويقال لأنثاه أيضا حمارة الحمارة تصغر في لغة العرب على حميرة وعلى حميرة فأنثى الحمار حمارة تصغيرها في لغة العرب حميراء أو حميرة حميراء أيضا تكون تصغيرا لكلمة حمراء الحمارة إذا أردنا أن نصغرها فإننا نقول حميرة الحمارة في لغة العرب تطلق على المرأة التي تغلب الحمرة عندها على بياض بشرتها تكون بشرتها بيضاء لكن الحمرة تكون غالبة عليها المرأة التي بشرتها حمراء حمراء أو أن الحمرة تكون غالبة على البياض يقال لها حمراء وتصغر حميراء المرأة التي ما هي ببيضاء وإنما هي سوداء ولكن سوادها مشرب بحمرة الذين تكون بشرتهم سوداء البعض منهم تكون بشرته مشربة باللون الأزرق فلذا يقال للمرأة التي بشرة سوادها مشبعة باللون الأزرق يقال لها زرقاء والأمر هو هو إذا كانت ذات البشرة السوداء سوادها مشرب بالحمرة يقال لها حمراء وتصغر حميراء ويقال أيضا للمرأة التي يكثر دمها يكثر دمها أنها تحيض تصاب بالاستحاضة تطرأ عليها الطوارئ التي تطرأ على النساء ولكن بكثرة مدة حيضها تكون طويلة الدم الخارج منها يكون كثيرا فيقال لها امرأة حمراء وتصغر حميراء هذه معاني كلمة حميراء في لغة العرب بقرينة أن الحديث عن الحيض وعن الطهارة من هذه الحالة الطبيعية يغلب على الظن أن المراد من حميراء هو ما يرتبط بكثرة الدم ربما أقول بينت لكم معنى حميراء في لغة العرب وقال صلى الله عليه وآله لعائشة يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء الآدميين الكلام يشعر بأن المعنى في حميراء هنا يرتبط ب كثرة الدماء يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء الآدميين لا تعتل كما يعتلل إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول حرم الله النساء على علي ما دامت فاطمة حيتان لعدم وجود امرأة تكون كفأ لفاطمة حتى تكون مشاركة لها في بيتها يا حميراء إن فاطمة ليست كنساء الآدميين لا تعتل لا يصيبها ما يصيب نساء الآدميين من طارئ نقص ومن طارئ عيب ومن طارئ علة لا تعتل كما يعتلل والصادق يقول حرم الله النساء على علي ما دامت فاطمة حية لأنها طاهرة لا تحيط الحيط قذر له منفعة صحية هذا أمر آخر لكنه قذر حيط ولذا وصفه القرآن بأنه أذن القرآن هكذا وصف الحيط بأنه أذن حرم الله حرم الله النساء على علي ما دامت فاطمة حية لأنها طاهرة لا تحيط نذهب إلى فاصل في الجزء الثالث والأربعين من بحار الأنوار للمجلس وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة بعد العاشرة إنه الحديث العشرون عن إمامنا الباقري عن آبائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما سميت فاطمة بنت محمد الطاهرة الطاهرة هي البتول إنما سميت فاطمة بنت محمد الطاهرة والطاهرة هي البتول لماذا لطهارتها من كل دنس الدنس قد يكون ماديا وقد يكون معنويا ولكن الإمام يتحدث هنا عن الدنس المادي بقرينة بقية الحديث وإلا فإن الدنس في لغة العرب قد يطلق على القذر المعنوي وقد يطلق على القذر المادي ولكن الكلام هنا فيما يرتبط بالقذارات المادية إنما سميت فاطمة بنت محمد الطاهرة البتول لطهارتها من كل دنس وطهارتها من كل رفث الرفث هو الوسخ الوسخ المادي وما رأت قط يوما حمرة ولا نفاسة الحديث عن الحمرة هنا إنها حمرة الحيض والاستحاض إنما سميت فاطمة بنت محمد الطاهرة لطهارتها من كل دنس وطهارتها من كل رفث وما رأت قط يوما حمرة ولا نفاسة ولا نفاسة ولا رأت دما في نفاسها صحيفة الإمام الرضا الصحيفة الرضوية الشريفة من كتبنا القديمة منذ منذ زمان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان الطبعة الثانية ألف ألف وتسعمية وستة وثمانين ميلادي في الصفحة التسعين إنه الحديث السادس عشر عن أسماء إنها أسماء بنت عميس الصحابية الجليلة المعروفة أسماء تقول قبلت فاطمة بالحسن قبلت أي أشرفت على ولادتها القابلة هي التي تشرف على ولادة المرأة قبلت فاطمة بالحسن فلم أرى لها دم تتحدث عن دم النفاس فقلت يا رسول الله إني لم أرى لها دم في حيض ولا نفاس فقال صلى الله عليه وآله أما علمتي إن ابنتي طاهرة مطهرة لا يرى لها دم في طمث ولا ولاده أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم أسماء بنت عميس تقول تقول قبلت فاطمة بالحسن فلم أرى لها دم تتحدث عن دم النفاس فقلت يا رسول الله إني لم أرى لها دم في حيض ولا نفاس فقال صلى الله عليه وآله أما علمتي أن ابنتي طاهرة مطهرة لا يرى لها دم في طمث ولا ولاده عوالم العلوم مع المستدركات العوالم لعبد الله البحراني المستدركات لمؤسسة الإمام المهدي وهذه الطبعة طبعتهم طبعة مؤسسة الإمام المهدي وهذا الجزء الأول من عوالم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في الصفحة الثالثة والثمانين الحديث منقول عن مولد فاطمة لابن بابوي أسماء بنت عميس تقول قلت لرسول الله وقد كنت شهدت فاطمة وقد ولدت بعض ولدها فلم أرى لها دمان فقال صلى الله عليه وآله إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية كل هذا الكلام تقريبي مثل ما قال رسول الله لعائشة من أن فاطمة ليست كنساء الآدميين إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية هل كانت مريم كذلك أبدا لم تكن مريم كذلك فما يرد في كلماتهم صلوات الله عليهم من قرن ذكر مريم مع ذكر الزهراء على سبيل التقريب وعلى سبيل المدارات وإلا مريم لها شأنها الزهراء لها شأنها مريم بتول ولكن بحسبها والزهراء بتول ولكن بحسبها وأين سيكون شأن مريم بالقياس إلى شأن الزهراء محمد وآل محمد لا يقاس بهم أحد لا وجه للمقايسة بين الشأنين لكن الأحاديث تقرن بين ذكر مريم وذكر فاطمة على سبيل المقاربة والمماثلة والمشابهة والتوضيح إذا أردنا أن نذهب باتجاه الحقيقة فإن الأمر سيكون مختلفا جدا إن فاطمة خلقت حورية في صورة إنسية هذا الكلام تقريبي أيضا من الآخر من الآخر محمد وآل محمد لا يقاس بهم أحد وفقا لهذه القاعدة فإن الكلام كله الذي قرأته عليكم من هذه الأحاديث يأتي في سياق المعنى يأتي في حاشية المعنى يأتي في مرتبة متدنية من مراتب المعنى الحقيقي لكننا ماذا سنصنع مع اللغة القاصرة ومع العقول القاصرة ومع الواقع الشيعي القاصر من هنا قالوا صلوات الله عليهم إننا ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا وإنما نكلم الناس على قدر عقولهم نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر